إعلان البنوك الحكومية التركية وقف التعامل ببطاقة نظام مير البنكي الروسي للتحويلات المالية والدفعات جاء بعد أسبوع من إعلان بنوك تركية خاصة وقف تعاملها مع هذا النظام الروسي متابعون رجحوا تأثيرات سلبية لهذا القرار على اقتصادي البلدين ربما فازت واشنطن بالجولة الأولى من معركة مير لكن أردوغان وابوتين إلى حتى هذه اللحظة ما زال يراهنان على الخطوة القادمة أو على ألية جديدة للتغلب على هذه المشكلة التي لا تحاصر روسيا فقط بل تحاصر تركيا أيضا وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الجهات الرسمية التركية توضيحات حول هذه الخطوة رجح متابعون أن تكون ناتجة عن ضغوط غربية كبيرة على شكل تهديد بعقوبات بسبب العلاقات المالية بين هذه البنوك وبين روسيا التي تواجه عقوبات مالية غربية قاسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في السابع من أغسطس الماضي وخلال رحلة عودته من سوش الروسية بعد محادثاته المهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الرئيس التركي بأن خمسة بنوك تركية قد اعتمدت نظام المدفوعات الروسي مير وبعد أقل من شهرين من هذا الإعلان توقفت البنوك التركية الحكومية والخاصة عن استخدام هذا النظام الروسي للمدفوعات رغم أن تركيا تصر على أنها لا ولن تفرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا فيما قال إردوان سابقا إنهم يدرسون البدائل من غير الصواب أن نعلن للملاء الآن ما الخطوات التي سنتخذها بهذا الخصوص نحن سندرس بالطبع كل الخطوات الممكنة والآليات التي قد نتبعها وطريقة التعامل مع الأمر الذي لا يقتصر فقط على كارتمير الروسي للتحويلات والدفع بل سندرس ما هي البدائل له بين أيدينا وفي أغسطس الماضي وجهت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرا رسميا لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك ولوزارة المالية التركية يشمل احتمال تعرضهما لعقوبات حال التعاون مع شركات أو أفراد من روسيا مما انفرضت عليهم واشنطن والأطراف الغربية عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا على مصبحات الغد إسطنبول